بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد منزلة المحبة سبق بأن الحب هو الميل الدائم بالقلب الهائم وسبق أن الحب هو أن تعطي كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء وسبق أن الحب هو نار تحرق من القلب كل ما سوى المحبوب وسبق حديث عن الأسباب العشرة الجالبة للمحبة كان من دعاء سيدنا داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي لما تحب درس اليوم عن مراتب المحبة العشرة أنت بتحب رب العالمين؟ هلأ المتوقع يكون الجواب؟ نعم الآن سأطلعك على مراتب الحب العشرة وهذه المراتب متتابعات شوف إذا سمحت أنت من أنوى درجة الحب تبعك هل أنت في الصف الأول؟ لما بالصف الثاني؟ لما بالصف الثالث؟ لما بالصف العاشر؟ وإذا كنت في درجة من هذه الدرجات وشعرتها درجة دنية فاجتهد لكي تكون منزلتك بالحب عالية كيف بدك تجتهد؟ راجع الأسباب العشرة الجالبة للمحبة التي مرت في الدرس الماضي مراتب المحبة عشرة أولها العلاقة سميت علاقة لأنه يكون بين المحبي والمحبوبي علاقة بمعنى ارفيئك ده قال لك تليفون قال لك أنا عازمك بأول يوم العيد على مشوار قلت له لوين؟ قال لك والله فيه حفلة غنائية وجاي مطرب كبير وأنا حجس لك هلأ إذا أنت فيك صف أول تبع الحب اللي هو العلاقة قبل ما تقول له نعم أو قبل ما تقول له لا بتقول له والله أنا بدي أسأل بسأله بردلك جواب فتروح بتسأل من بينك وبينه علاقة بتسأل رب العالمين بتوافق يا رب أنا روح هيك حفلة إذا بيوافق بتروح وإذا ما بتوافق ما بيوافق ما بتروح كيف بدك تسأل رب العالمين بتسأل دينه بتسأل شريعته بتسأل قرآنه بتسأل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في علاقة بينك وبينه قبل ما تعطي جواب بتسأل إذا ما في علاقة بينك وبين الله وإجر فيك قال لك أخي أنا عازمك على هالمشوار فورا بتقول له له أنا جاهز جاهز عم بالسناء أصلا أنا من أول رمضان وسأل لأي جواب إذا دعيت إلى الذهاب إلى المسجد قبل ما تقول إيه أو لا بتسأل من بينك وبينه علاقة تقول له للي عازمك بدي شوف بردلك جواب فبتشوف إذا من تحب يوافق بتروح وإذا ما بيوافق ما بتروح فالعلاقة سميت علاقة لتعلق قلب المحب المحبوب وهي أول درجة من درجات المحبة هلأ بإمكانكم تتصوفوا يا أيها الإخوة إذا واحد كل قراراته من عقله الخاص حتى إذا قلنا له إن الله لا يرضى وإن الله يجب بإلك أخي لا تجب له السيرة لا تجب له السيرة أنا بدي ساويها الشغلة ما نات هذا الرجل لا يوجد حب بالأطلاق لحضرة الله تعالى لو قال لك أنا بحب لأن الصف الأول لسه ما طالع عليه الصف الثاني في الحب الإرادة الإرادة أن تصير مريدا تريد رضا محبوبك وسمي السالك إلى الله عز وجل مريدا لأنه يريد رضا رب العالمين بيصير بأقواله يريد رضا رب العالمين بأفعاله يريد رضا رب العالمين بزياراته يريد رضا رب العالمين الإرادة الثالث الصف الثالث الميل الميل يميل قلبه نحو ربه تشوفه قاعد معك بسيك بيصفن تجي صفني تقول له إيه يا أخ وين عم بحكي معك بلا أفعال 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 ما تأخذني بس هو كان شو رايح نحو ميلي قلبه قلبه مائل إلى ربه بتشوفه قاعد معك عم تحكو بسيرة عم تفطر وعم تتغدو ما بتلاقي غير عينه دمعيت أو غرغريت شباك ما في شي ما في شي خلص بس هو الحقيقة قلبه يميل نحو ربه هو عم بسوء السيارة بتلاقي دمعت عينه شباك قلبه مائل نحو ربه في صلاته تجده مائلا نحو ربه في مسيره في عمله في قيامه في قعوده في ميل هذا درجة ثالثة في الحب الصف الرابع الصبابة الصبابة الميل يعني القلب ما يلهك نص ميلة يعني شلون إلا إذا أنت عندك إبريء وبدك تصب منه مثلا فبتميله تميله بصغيرة أما الصبابة بتصبه كله بقالها لا مو ميل بيصير القلب كله متجه إلى الله عز وجل مو بس هيك يعني نص ميلة لا لا كل القلب ذاهب نحو ربه وهو انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه ما يعني صاحب هذا القلب لا يملك قلبه وإنما ربه هو الذي يملك قلبه هذا صف رابع الصف الخامس الغرام الغرام هو حب يمتزج بكل خلايا القلب ويلتصق بها القلب عضل مليئ بالخلايا الحب يكون دخل والتصق بكل خلية من خلايا القلب بحيث لا ينفكوا عن القلب قال الله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما كان غراما يعني كان ملاصقا لا ينفك عن من دخلها فالغرام هو حب يخالط كل خلية من خلايا القلب فلا ينفكوا عنها قال لا جمعت الميل جوزا لا بميل لا سمح الله بسبب أخطاء بسبب بعد بسبب جفاء بسبب ترك للأذكار ترك للقرآن بيرجع ما عد بميل والصبابة ممكن بنصب ممكن بيرجع أما متى ما صار الغرام الغرام حب لاصق لا ينفكوا عن القلب بالكلية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإله لسيدنا أبي بن كعب بإله اقرأ علي لم يكن الذين كفروا سورة البيينة يقول يا رسول الله عليك أقرأ وعليك أنزل أنت إستاذنا أنت شيخنا أنت معلمنا قال إن الله أمرني أن أسمعها منك قال وسماني لك الله قال أبي قال نعم فبكى أبي بكى لأن حبيبه ذكر اسمه ففي قلبه غرام لحضرة رب العالمين في قلبه ملاصقة لهذا الحب لا تنفك عن قلب سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه فالدرجة الخامسة الغرام وهو حب لازم للقلب الدرجة السادسة الشغف الشغف وصول الحب إلى جدار القلب الداخلي القلب فيه له غشاء من خارجه وغشاء في داخله هو عضلات بس هذه العضلات مبطنة فالشغف أن يخترق الحب كل عضلات القلب ويدخل إلى داخلي للقلب النساء اللواتي جالسنا امرأة العزيز قالوا عنها قد شغفها حبا يعني وصل حب يوسف إلى شغاف القلب هلأ في ناس قلبهم معلق بربهم وحب الله تعالى اخترق قلبهم ووصل إلى الشغاف السابعة العشق العشق حب يخاف على صاحبه منه ما عد بياكل ما عد بيشرب ما عد بنام قوم نام ما بقدر في ناس الله يكرمنا بكرة روحيك إلى العمرة روح إلى مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رجل نام ما بنام يلاك ما بقدر ما لأدران نام شبك تعلقه بربه حبه بربه حبه لمناجات ربه لا يدعه ينام طيب أخي تعكل ما بدي روحوا كل أنتو مرات أنت بتصير معك هيك إذا كانت ليلة قدرين وهيك يعني الله عز وجل كشف غطاء بينك وبينه هلأ بيصير مثلا بنتهي البرنامج الساعة ثلاثة بأيان نصة على الأسحور الناس كلها بتروح الأسحور أنت ما بتروح بتضلك واقف بتصلي خلاص قوم نحي الأسحور ما لك هون هلأ يأتي واحد يضع لك جنبك كم تمرة وكاسة مي أنه يعني هلأ بتخلص هالركعتين وبتشرب لا عد بدك تشرب ولا عد بدك تأكل لكن يا رجل سيأدن بيان خمس دقائق شراب ما يبس ما بدي لا تريد ولا تتمنى العشق حب يخاف على صاحبه منه بيصير ما عد بيأكل بيصير ما عد بيشرب بيصير ما عد بينام شبه لأن العشق لأن الحب ملأ عليه حياته حدثنا شيخ عليه رحمة الله عن والده لما بدأ في الطريق فشيخه طلب إليه أن يدخل الخلوة الخلوة مثل الاعتكاف يعني يعني أنت تعتكف صلاة وصوم وذكر وعباده وفقط بس طلب إليه شيخه أن يتفرغ لذكر الله تعالى والصلوات المفروضات مع السنن فكان الشيخ أمين كفتارو يذكر الله عز وجل وهي التفت إلى الصلوات المفروضات بس لا في حكي معك ولا في حكي معي ولا في حكي معك بالتالك متفرغ إلى ذكر ربه بعد أيام من الخلوة بقى كانت زوجته تجيب له الطعام صارت تنتبه تحط له الطعام ترجع بعد ساعة ساعتين تلاقي الصفرة ما مأخود منه شيء يوم يومين ثلاثة ما عم يأكل شيئا أبدا العشق حب يخاف على صاحبه منه فزوجة الشيخ اتصلت بشيخه قالت له سيدي هذا ما عم يأكل فألا اصنعي لنا طعاما وأنا قادم لما جاء شيخه أخذ الطعام ودخل إلى مكان اعتكافه قال له يا شيخ أمين كول قال له السيدي والله أنا ما نفسي ما تتمنى أبدا أن أكل قال له ما في مشكلة كول قال له السيدي أبدا أبدا لا أشتهي قال له ما شي كول قال له بخاف إذا أكلت أمرض قال له معلش كول ومرض فأكل ومرض العشق حب يخاف على صاحبه منه ثم بعد هذا بري فالدرجة السابعة العشق حب يخاف على صاحبه منه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد ستنة خديجة قالت كان يأتيني من الهلال إلى الهلال وغار حراء يا أخوان الله يكرمنا بس بس نروحي إلى مكة ناخذكم على غار حراء في مكان موحش مقفر ما في شيء لا في مي ولا في أكل ولا في شرب وكاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل رأى سيدنا جبريل عليه السلام وقال له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال ثم انقطع عنه الوحي حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه العشق العشق حب يخاف على صاحبه منه الدرجة الثامنة الوداد الوداد حب مع سكون ما عد يخاف على صاحبه منه بيصير في سكون هو يأكل نعم ويشرب نعم باعتدال لكن منصرف بكليته إلى ربه والوداد هو صف المحبة وخالصها ولبها الدرجة التاسعة من الحب اسمها العبادة والعبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه البتة بل كله لمحبوبه عبد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فوصف الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد العبد لا يبقى له منه شيء كله لسيده سؤال هذه العبد هو الدرجة التاسعة بالمحبة يعني هذا مارئ كل هدون بقى أنت هل أنت عبد أم لا شو الأخبار أنت وصلان لهم الرقم تسعة ذكروا عن بشر الحافي في سبب توبته بأن بشرا كان مسرفا على نفسه وفي يوم من الأيام كان دعا أصحابه إلى بيته وكان هناك مجلس كله معاصي فيه خمور فيه غناء فيه فجور فمر رجل صالح بباب بيتي بشر سمع الصوت قرع الباب خرجت جارية قال يا جارية صاحب هذه الدار حر أو عبد قالت لا سيدي بشر حر قال صدقتي لو كان عبدا لما خالف أوامر سيده صحيح هو معبد هو حر ومضى قال فلما جاءت الجارية قال لها بشر من كان على الباب قالت رجل غريب قال ما يريد قال والله عجيب يعني سألني صاحب هذه الدار حر أو عبد قلت له لا سيدي بشر حر فقال لي صدقتي لو كان عبدا لما خالف أوامر سيدي بشر قال لها من أين أخذ الرجل نرح قالت من هذا الطريق فلحقه بشر حافيا قال له يا سيدي أنت الذي قرعت باب داري قال نعم قال له ماذا قلت للجارية قال له سألتها صاحب هذا الدار حر أو عبد قالت حر قلت صدقتي لو كان عبدا لما خالف أوامر سيده قال فنزل بشر على الأرض ووضع خده على التراب وراح يمرغ وجهه بالتراب ويقول بل عبد بل عبد بل عبد أنا مو حر أنا عبد عبد لله تعالى قال ثم أعلن توبته لله تعالى بقى أنت حر لما عبد يا أخوان إذا كان واحد عبد إذن لا يخالف أوامر سيده إذا حر ساوي شو ما بدك بس سأشوف إذا حر وإذا ما كنت عبدا له الله وكيلك تهلكوا في أودية هذه الدنيا بس إذا إنت عبد لله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إنت عبد إذا إنت عبد وقال لك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إذا إنت عبد وقال لك أقيم الصلاة إذا لب إذا إنت عبد وقال لك آتوا الزكاة كتب عليكم الصيام إلا لبيك اللهم لبيك وإلا فإن ابن عطاء الله السكندري يقول كم من مدعين للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية هو يقول لك عبد ولكن يتصرف تصرف رب إذا غضب من واحد يقول لك أمسحه من الوجود ياللطيف ماذا تمسحه من الوجود يعتبر الله ما خلقه ماذا تعتبر الله خلقه ياللطيف فلا هذا من شيطانه مستولي عليه يقول له يا أخي هذا حرام حرام حلال لا تجيب سير ابنهم أنا اللي بدي ساوي يا نطيف ما ذاق معنى العبودية لله تعالى اجتهدوا يا أيها الإخوة واجتهدنا أيها الأخوات العبادة التعبد الدرجة التاسعة من الحب كيف بدك توصل لتصير عبد بدك تكثر من ذكر الله تعالى بدك تكثر من قراءة القرآن الكريم بدك تكثر من مصاحبة بدك تشوف أسباب الجالب للمحب العشرة وتجتهد فيها من أجل أن تصير عبدا لله تعالى حقيقة فلا تنادني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي أشرف أسمائك أن تكون عبدا لله تعالى أشرف أسمائك أن تكون منسوبا لحضرة الله تعالى تأتمر بأمره وتنتهي عنه أما الدرجة العاشرة الأخيرة من درجات الحب قال فهي الخلة مرتبة الخلة وصاحبها هو الخليل وهذه المرتبة انفرد بها الخليلان سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الله والخليل سمي خليلا لتخل لي المحبة في كل خلايا وجوده مو بس بالقلب بكل خلايا وجوده تخل مثل الخل كيف الخل يصير هذا سائل العنب يتحول إلى خل فتندخل الذرات لهذه المادة الجديدة وتتغير طبيعتها إلى مادة جديدة اسمها الخل والخليل يتخلى الحب الله عز وجل بكل خلايا وجوده لكي الله عز وجل قال أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إبراهيم ما عنده كان ولد وتمنى أن يكون الولد فلما بلغ من السن ما بلغ آتاه الله ولد لما بلغ معه السعي 13 سنة 12 سنة الأب فرح بابنه تعلق فأمره الله أن يذبح ابنه قال يا أخي يا جبريل أرأيت خليلا يعذب خليله شيء موقف يا أخوان شيء صعب شيء صعب قال أرأيت خليلا يعذب خليله قال يا إبراهيم أرأيت خليلا يعلق قلبه بغير خليله ليش على قلبك أنت بالولد فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية لما خرج حب هذا الولد من قلبه وعاد قلبه للتفرد لخليله الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم فالخليل من يتخلى الحب الله عز وجل في قلبه فهذه أيها الإخوة عشر مراتب للمحبة فاجتهدوا أن تنالوا هذه الرتب وسألوا الله عز وجل أن يرقيكم في حبه وأن يجعل حبه غالبا علينا وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على الضمأ وأن يجعل حبه أحب إلينا من العقيم الوالد ومن الفاقد الواجد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبا كل من ينفعنا حبه عنده نسأل الله عز وجل أن يجعل ما أعطانا مما نحب قوة لنا فيما يحب وأن يجعل لنا ما زوى مما نحب فراغا لنا فيما يحب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين